السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع زمان ما عملنا فيديوهات كل عام وأنتم بالخير وأيضا بدي أذكر ما ننسى أهلنا في فلسطين في غزة من الدعاء ومن الدعم كل يوم مهما صار لحتى يخلص هذا الظلم اللي واقع عليهم جزاكم الله خير اليوم معاي هاتف جديد وهذا الهاتف من انفينيكس وبصراحة أعطى أو عمل عندي انطباع كثير إيجابي لأنه عمله حركة كثير متميزة هاي الحركة اللي عملوها هي جل الفيديو اللي بدي أحكي عنه بدي أركز عليه إن شاء الله لأنه بتمنى من الشركات يعملوا تركيز زي اللي صار مع انفينيكس عكل حال أنا سفرت على ماليزيا مع انفينيكس وكان فيه هناك مؤتمر تم إطلاق هذا الجهاز اللي بدي أحكي عنه اللي هو الانفينيكس نوت 40 برو لكن هاي المراجعة ما رح تكون مراجعة عادية زي كل المراجعات أكيد رح حكي عن تفاصيل المواصفات ولكن أهم تفصيل اللي هو الإشي الجديد اللي دخلوا فيه وركزوا عليه فركز معاي لو سمحت اللي عملته الشركة أعطتنا هاتف متوسط دمع يعني كالعادي كل الشركات أعطتوا هاتف متوسطة ولكن ركزت على ميزة حتستغرب الشحن حتقول لي طب شو يعني أعطتني شحن سريع أنا بدي أعطيكو عن جد تفصيل لهذا الموضوع لأنه هاي الشركة عملت مش بس ولا شحن سريع لا طورت رقاقة تشيب سمتها تشيتا اكس وان مخصصة للشحن وللبطارية ولتجربة المستخدم في هذا المجال رح أشرح بالتفاصيل الآن هاي الرقاقة اللي طورتها شركة مخصصة لتتحكم بموضوع الشحن بموضوع عمر البطارية بالحرارة وكيف المستخدم ممكن يستخدم جهازه بأفضل طريقة ممكن فيما يتعلق بالشحن والاستخدام لذلك أنا بأكد لك ممكن رح تأخذ أفضل تجربة شحن وبطارية لهاتف متوسط بطريقة رائعة والنتيجة النهائية حيكون عمر بطارية أطول إن كان في اليوم وإن كان في عمر اللي هو الزماني اللي هو عدد دورات الشحن وأيضا حرارة أقل مع الاستخدام بالإضافة لعدة طرق للشحن بالإضافة لشحن سريع الرقاقة غطت بضعة أمور أول موضوع دعم سيناريوهات شحن مختلفة مثل مثلا سرعات الشحن أو البيباس ححكي عنها إن شاء الله أو الشحن العكسي وأيضا إنه بتدعم بروتوكولات الشحن مختلفة الشيخ اللي الثاني غطتها هاي الشريحة أو هاي الشيب الباور مونيترينج إنه مراقبة الشحن والطاقة كيف بتروح كم تدخل عشان تقدر تسيطر على هذا الموضوع وتتحكي بموضوع الحرارة فوالله في حرارة عالية بتقلل كمية الطاقة الكونت أو الطيار الداخل لا الوضع طبيعي بتزيد الكونت فهاي أشياء ذكية في استخدام للAI موجودهم مع هاي الشريحة بتريحك من هذا الموضوع حتقول له طب شو استفدنا هحكي لك مثلا أعطيك مثال إنت بتحب تلعب جيمز والبطارية خلصت وبدك تلعب جيمز مثلا وإنت بتشحن الجهاز وهذا إشي ما مننصح فيه مع هذا الجهاز تقدر لأنه في مود خاص إنك تشحن وتلعب وحيكون فيه إشي اسمه بحيث إنه الحرارة فعليا تبعد عن المعالج بحيث ما يصير للأداء وما يطلع حرارة عالية وآخر الشغل اللي هي إنه موضوع الحماية من الحرارة العالية الرقاقة رح تهتم بهذا الموضوع أيضا الموضوع بتعلق بعمر البطارية والسايكلز دورات الشحن فالشحن السريح هذا ما رح يقلل دورات الشحن وما رح يخرب عمر البطارية لأنه حيكون ذكي ومناسب الشركة بتحكي لنا إنه رح تعطيك 1600 دورة شحن وعمر البطارية ما ينزل عن 80% و1600 دورة هذا رقم كبير فبصراح هذا أشي كتير ممتاز أنا دخلت لكم بالتفاصيل بس حتى تعرفوا قديش ركزوا وقديش أنا عجبتني هاي الشغل إنه تيجي الشركة بدنا نركز بهذا التليفون على الكاميرات وبالي شو يشتغلوا على الكاميرات مثلا إنفليكس هون ركزوا على الشحن ممكن يشوف تليفون ثاني قادم إن شاء الله تلاقيهم بركزين مثلا على الشاشة أو على الكاميرات ففي النهاية بتأخذ تجربة أفضل طبعا الشحن هون سريع قدرته 70 واط والبطارية 5000 ميلا أمبير هذا أول جهاز يمكن في حياتي ببلش في حكي عنه بالبطارية والشحن وبالنسبة للشحن عندك ثلاث خيارات أول خيار اسمه الهايبر رح تقدر تشحن 50% من بطارية خلال 16 دقيقة فيه خيار اسمه رح يشحن بكفاءة إذا المكان بارد جدا وفيه طبعا مود اللي هو سمارت هذا يعني أنا أعتقد بفضله هو يكون سمارت دائما لأنه بيكون متوازن ما بين السرعة وبين الحرارة بتأخذ شحن سريع حرارة أقل هذا يمكن أنا بسبيل أفضل خيار وبدي أذكر كمان شغلة إنه هذا الجهاز بيدعم الشحن اللاسلكي أنا أجي عنديه هنا طبعا أجي عندي إشي يسمه الماك تشارجر من إنفينيكس شحن لسلكي لحدية 20 واط القدرة وأيضا أجاني من شركة إنفليكس زي الباوربانك بيدعم برضو شحن لسلكي وهذا الكيس رح يجي مع الجهاز بحيث أنك تقدر تلزق هذا الباوربانك على هذا الكيس ويشحن جهازك بسهولة وما في كوابل في الموضوع فأنت فعليا حر بالحركة استخدمت ونمسافر على ماليزيا بغضوية وفيه شحن عكسي بخيارين إما 10 واط وإما 5 واط شحن والبطارية الشركة ركزت عليه كثير وأعطتني فعليا تجربة ممتازة فبرافو وأتمنى نشوف هذا التركيز برضو على نواحي أخرى آخر نقطة بدي أحكيها إنه الشركة بتحكي لنفرض أنك عايش في مكان بارد جدا سيبيريا تعارفيني البرد القوي أو القارس هذا رح يخرب عمليتي الشحن ورح يضع في البطارية ويضع في الشحن فعليا هذا الجهاز قادر على الشحن بقوة حتى بدرجة حرارة سالة بعشرين إحنا في بلادنا أكيد ما رح نحتاجها ولكن إذا أنت عايش بره وقد تستفيدون هاي الميزة وهسا بدي أكمل معاكم مواصفات الجهاز بشكل عام وتجربتي كمستخدم عام للجهاز أو شيء تصميم يخوان هذا الجهاز نحيه في 8.1 مليمتر ووزنه 190 غرام وفيه إنحناءة بالشاشة على الجهتين جميلة أول شيء بتعطيه جمالية وبتعطيه قرب قرب يعني مسكة كويسة الحواف رائعة يعني ما في بيزلز على هذا الجهاز فشكله فخم من الخلف جزيرة الكاميرات وأنا عندي اللون الذهبي فيه طبعا نسخة جلد يمكن تفضل أنت الجلد عندي لون الذهبي أنا وعليه نقشة خلوة جزيرة الكاميرات البروس طباحة أبدا مش كبير وفيه في النص مش كاميرا فيه زي ضو بسموه الهالو لايتينج هذا يعني حتستفيد منه تعمله كستمايزيشن مثلا لما يجي كول يجي كمسيج لما بتشحن هذا الضو حيتحرك حيتغير لونه بتقدر تتحكم فيه زي ما بدك وهذا الجهاز عنده معيار الابي اربع وخمسين وهذا اشي يعني محبب وكويس إن يكون موجود وعنده سماعات استيريو مدعومين من قبل جي بي أل الصوت يعني مباشرة بقدر أحكيم هسه الصوت ممتاز جدا والكوليتي عالية أنا الزار برحب فيكم في قناتي الزار فيوز أهلا وسهلا بالجميع اليوم عندي والمنتج هذا مش منتج عادي راوتر بس هاتي الراوتر يتميز إنه ممكن من أوائل الراوتر في العالم نرجع للشاشة برضو الشاشة هون ما قصر بموضوع الشاشة أعطونا شاشة آموليد 6.78% إنش بتردد 120 هرتز مش بس هيك الصطوع عالي 1300 نتز ألوان الشاشة ممتازة جدا تجاوب الشاشة سريع وسلس بتردد 120 هرتز البصمة داخل الشاشة وأيضا سريعة إنك تتابع محتوى تلعب جيمز تستخدم الجهاز بصراحة يمكن هاي أفضل تجربة جهاز إنفينيكس أنا جربته هذا الجهاز نيجي للنظام عنا أندرويد 14 أوواش ربا قدر أحكي أنا يعني موضوع الواجهة أنا بفضل الواجهة القريبة من الأندرويد الخام عندهم واجهتهم الخاصة الإنفينيكس XOS 14 عليها كستمايزيشن كثيرة تقدر تعدل إشياء كثيرة جدا وهذا إشي صراحة حلو فأنا تخيلت لو قدروا يعطونا واجهة بنفس الحركات اللي فيها بس قريبة من شكل مثلا الأندرويد الخام أنا بالنسبة إلي هذا بيعجبني أكثر وأتمنى نشوف تحدثات لهذا أعتقد رح نأخذ على أقل سنتين تحدثات مع هذا الجهاز وحتشوفه كثير بموضوع الذكاء الاصطناعي مدمجي بهذا الجهاز حتشوف إشي يسمونه المساعدة الذكية فولكس ممكن تستخدمه للترجمة لأشياء كثيرة بصراحة يعني بداية كويسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وأعتقد حنشوف في المستقبل أشياء لسه أقوى نروح للأداء هذا الجهاز وهذه النسخة عليها معالج الهيلو الجي 99 ألتمت الأداء كان جيد جدا موضوع الحرارة زي ما حكيت لكم ما حسيت بحرارة لما تلعب بسبب Chita X1 بعض الألعاب ممكن توصل لفريمز 59.6 فريمز وهذا الشي كويس وبيدعم هذا الجهاز سعة تخزيني 250 مع 8 جيجا بايت رام أو 12 جيجا بايت رام حسب الرام بتغير السعر وعلى سيرة السعر السعر في الأردن لهيك مواصفات لهيك جهاز ممتاز أصدقائي السعر 189 دينار لنسخة الـ 256 8 جيجا بايت رام برضو بيجي معها كفالة مئة يوم للشاشة إذا انكسرت مئة يوم مكفولة فالسعر بصراحة يعني أعتقد أنه ممتاز لهيك مواصفات بنسبة للكاميرات شوفوا في عنا كاميرا أساسية 180 ميجا بيكسل هاي اللي بدي ركز عليها بصراحة بس أداءها بالتصوير الفوتوغرافي جيد جدا الدايناميك رينج جيد العزل كويس الألوان حلوة بالذات إذا استخدمتها بالتصوير بزوايا صح وإنارة صح لازم تركز على هذا الموضوع الزوم مش موجود كاميرا خاصة لزوم وتمنيت لو كان فيه كاميرا خاصة للزوم هي بس هاي الكاميرا الأساسية بتقدر تعمل 3x زوم نعم إذا كان فيه إنارة كويس هتأخذ جودة كويسة والسيلفي أعتقد أنه العزل ممتاز السوفتور اللي عاملينه للتصوير وخياراته التصوير كثيرة جدا فممكن فعليا تتسلى بالتصوير وبالنسبة للفيديو رح تأخذ فيديو فول HD جودته جيد جدا هاي تجربتي مع هذا الجهاز إيش رأيك بهيك جهاز وبهيك تركيز على الشحن أعطيني رأيك في التعليقات يعطيكم العافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء